يا مسائل فل على احلى شباب في الدنيا كل عملة هوت سهلة جدا تكسب منها 15 دولار كمان وده بشكل مجاني وهورل حضرتك الاسباتات على الكلام ده دلوقتي بوت الاضخم او المشروع الاضخم على الاطلاق اللي هيكسب حضرتك حرفيا ارقام مجنونة وهوضح لحضرتك ازاي هتشتغل عليه وتعمل كل المهام وازاي توصل للرقم ده انا دلوقتي 1154 عملة الحمد لله يعتبر من متصنفين اساسا البوت او اكتر ناس مجمعوا عملات في البوت وطبعا الفضل اللي صم حضرتك احنا قناة كريب تويلز بنقدم محتوى ربح بشكل مجاني فما تنساش لو حضرتك جديد وقال مرة شفتي تعمل اشتراك في القناة واتنورني في قناة التليجرام لو حضرتك مش موجود فيها ويلا مين نخش على الشرح بتاعنا اول انا صديقي ده طبعا بوت زي اي بوت موجود عند حضرتك على التليجرام هتضغط على كلمة بلاي وحضرتك بتفتح الحساب هيديك كلمات مفتحية او 12 كلمة تحفظهم في اي مكان علشان لو الحساب اتقفل عندك او البوت اتقفل عندك تقدر ترجعه بالكلمات المفتحية بتاعتك دي وكمان لو حضرتك ما عندكش الكلمات المفتحية دي تقدر تجيبها من داخل البوت بشكل سهل جدا هنبتدى نضغط له على علامة الاعدادات اللي فوقه على اليمين وبعد كده هنضغط له على كلمة نضغط على داختة واحدة وهنضغط له على المربع الصغير ده وهقول له continue هيبتدى يظهر لحضرتك هنا السيد فراز بتاع حضرتك او الكلمات المفتاحية او الاتناشر كلمة بتوعك تضغط علوم ضغطة واحدة هيزهرهم معاك تقدر تاخدوا نسخ من علامتين النسخ اللي فقدوا نبتدي نشوف حاجة حاجة انا عندي هنا في الحساب تلاتة وخمسين دولار وكسبانهم بشكل مجاني تماما ازاي عن طريق اللي انا شاركت فيه حدث السنديق زي ما حضرتك شاب دلوقتي على الشاشة اسكرين بحدث السنديق وكنا مطلعين منه ارقام خرافية بنكسب هنا عملات رقمية برضو بشكل مجاني لكن ده بيتم عن طريق الدعوات او الاحالات وبنكسب منه عملة هوت زي ما حضرتك شايف كده لكن هو حاليا مفيش احداث السنديق في الوقت الحالي لكن بيزهر كل فترة وفترة زهر عندنا تلات احداث بشكل متتالي طيب كلام جميل احنا في البود ده عندنا اكتر من كذا شبكة طبعا ندعمين كتير جدا عندنا شبكة البي ان بي عندنا شبكة التون عندنا البيز عندنا النير قول كلام ده نقدر نشوفه لو ضغطنا على كلمة بريتج هنا هيبدأ يظهر لحضرتك الوجهة دي احنا هنقوله الشبكات نضغط عليها ضغطة واحدة كده بيقول لحضرتك عندك النير وعندك البيز والبين بي لكن ان حضرتك تحول من شبكة لشبكة على شبكة التون ده مش موجود اصلا هي شبكة التون موجودة فقط عليها تون يعني مفيش مثلا اسريم على شبكة التون مفيش عملة تانية على شبكة التون طبعا غير نوت كوين بقى وبعض العملات القليلة جدا وديت مش موجودة في بوت هوت ده بالنسبة للشبكات عرفنا ان البوت كده بيدعم اكتر من شبكة وديت حاجة نادر جدا اللي احنا نشوفها في بوت على تليجرام وطبعا تقدر تحول عملات مصدر زي مثلا عملة الاسريم من شبكة زي نير الى شبكة البيز الى شبكة البي ان بي وديت حاجة صعبة تلاقيها في اي مكان تاني وديت نقطة بصراحة قوية جدا 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 طيب عندنا كمان الترانسفير اقدر احول من هنا لأي مكان تاني لو معايا عملات هنا زي مثلا الرصيد اللي معايا ده انا عندي هنا اسريم على شبكة النير وعندي هنا السلانة وعندي هنا مثلا يوزي سي اقدر انا ارسلهم من هنا لأي منصة زي منصة باينانس وزي منصة بايبت وزي الكلام ده هندسة اقول لحضرتك طبعا تقدر تعمل الكلام ده وبشكل سهل جدا وطبعا تقدر برضو ترسل لشخص زي وزيك داخل البوت كل اللي عليك هتتغط له على كلمة ترانسفير دي وتختار العملة وتحط العنوال اللي انت عايز ترسل ليه وخلاص على كده انا بقى هبدأ تعديني ازاي هندسة انا عايز اخش على موضوع التعدين على طول انا مش فارق معاي الكلام ده والمهام اللي هتظهر لها هعملها وخلاص هقول لحضرتك برضو يا صديقي فيه ناس بتحب تفهم الكلام ده فديقت معلومات تزود من خبرة حضرتك لو حضرتك لسه جديد في المجال ده او حتى ما عندكش الفكرة الكاملة عن الكلام اللي احنا بنشرح عندنا هنا خان اسمها والستورج دي اللي فيها كل التفاصيل اللي احنا عايزنا لو ضغطنا عليها ضغطة واحدة كده هنا بقى بيبقى وجهة التعدين بتاعتنا زي ما حضرتك شايف كده فيه عداد شغال تعدين وبيقول لي هنا انت معاك كم عملة تحت العداد على طول طيب وعندنا هنا بيقولك انت في الساعة بتكسب 0.025 ده رقم قليل هندسة 0.025 اقول لحضرتك فيه عوامل تانية بتسرع لنا التعدين وبتسرع لنا الكلام ده كله طيب انت بمجرد ما هتضغط على كلمة مينينج هيبدأ معاك تعدين على طول عندنا هنا خان اسمها وعندنا هنا بوست وعندنا الفرند الفرند ده طبعا دعوة الاحالات والكلام ده كله وليك 20% مكافئات او بونس على الاشخاص اللي بيخشوا من خلال حضرتك من الرابط بتاعك بشكل مباشر و 5% على الاشخاص اللي بينضموا تحت الاشخاص اللي منضمين تحتك على طول فديت نقطتين ممتازين جدا 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 حلو خلينا نرجع كده ونخش على تاني خانة اللي هي البوست والخانة ديت اللي هي خاصة بالتعدين تزود لك مدة التعدين وتزود لك الكمية اللي بتكسبها من التعدين اول خانة بقى معانا فوق دي اللي هي ايه اللي هي بتزود لحضرتك مدة التعدين بيقولك هنا بدل ما تخش تجمع كل 12 ساعة تجمع كل 24 ساعة وهاخد منك في مقابل ده 10 عملات هد طبعا احنا عاملين جزء اولاني على هد وبدء الاساسيات ديت في حساب جديد لسه مظهر في كل التفاصيل دي يبدئ معاك من البداية للنهاية هتلاقيني ساقب لك الجزء ده في الديسكريبشن وكمية المثبت وعلامة الاي اللي هتظهر فوق على اليمين او على الشمال طيب انا ممكن اقوله هنا ترقية انا عايزه 24 ساعة بدل ما هو كل 12 ساعة هيبتدي يقول للحضرتك وبياخد كام ثانية وبعد كده على طول بيعمل لك الترقية زي ما قال للحضرتك هنا اللي انا خلاص عملتلك الترقية بتاعتك او طورتلك التطوير ده وكده قال للحضرتك اللي انت مكست الترقية بتاعة الوقت او المؤكد بتاعك وزي ما حضرتك شاف رجع لي العداد وبقول لك هنا انت 24 ساعة مدة التعدين بتاعتك تقدر بعد ما الشريط ده يعدي نقطة دي تقدر تعمله استلام وطبعا تقدر بعد 24 ساعة طيب هنقول له هنا بوست تاني ونشوف تاني خيانة دي بتاعت ايه هنا بقى بيقول لحضرتك ايه انت لفل اربعة وبتاخد في الساعة 0.0125 ولو رقيت ترقية كمان هتاخد 0.015 ايه ده هندسة ده انت عندك برا رقم غير الرقم ده يعني انت هنا في 0.012 لو رجعنا كده بيقول لك هنا انت بتاخد 0.025 طب ازاي الكلام ده ده هنا اكتر هقول لحضرتك خليك معايا وهوضح لك النقطة دي دلوقتي حالا هنا ممكن نعمله كمان ترقية رائل المستوى خمسة هياخد مني خمس عملات في الترقية دي هقول له تمام هننتظر لحد ما الوقت ده يكتمل هنا خلاص خلصتنا الترقية بتاعتنا هقول له جوت ات واقدر كمان اعمل ترقية بعد كده لو انا عايز والترقية دي بيديلك الضعف تقريبا او اعلم ان الضعف حاجة بسيطة هنا 0.015 وهنا 0.025 لو رجعت هنا كمان هلقيز هاد معايا في المعدل بتاعي اللي هو بكسبه كل ساعة كنت بكسب 0.025 دلوقتي بكسب 0.03 وديت نقطة حلوة جدا برضو هتفرق معاك مع الوقت في عدد العملات اللي بتكسبها طيب لو تغطله على كلمة بوست انا كده فهمت الخانة التانية اقدر دلوقتي اخشله في الخانة التالتة وديت مهمة جدا جدا هيبدأ يظر لحضرتك الاكسات يعني الاكسات يعني الضعف هنا بيقول لحضرتك بتاخد اتنين اكس يعني ضعفين انا في الليفل خمسة فباخد اتنين اكس على المعدل بتاعي التعدين بتاعي يعني انا هنا باخد في التعدين بتاعي 0.015 ضربهولي في اتنين اكس اصبح ان بقى معايا 0.03 الضعف على طول طيب انا بقى هبدأ اكسب الضعف ده ازاي او هرقي علشان اكسب الضعف ده ازاي عندنا مهام والمهام دي سهل تنفذها هقول له هنا هقول لحضرتك عندك مهمة التانية التالتة الرابعة ولسه في مهمة تانية coming soon او قريبا هي عمتا كلها مهمة بسيطة خالص اول مهمة هتحمله التطبيق ده من المتجر او من الابستور تاني حاجة بيقول لك اعمل اداع زير بوينت خمسة او نص عملة من عملة النير فهترسلها من منصة بيننس كمثال وبيقول لك اد واحد يو اس دي او حسابك ده يبقى فيه واحد يو اس دي هتعمله اسواب بين عملة النير الى عملة اليو اس دي واخر مهمة هي مهمة الاحالة تعمل احالة واحدة فقط لغير وبرضه هتلاقي شرح الكلام ده كله في الفيديو اللي هسيبولك في الديسكريبشن والكومنت المثبت اللي هو فيديو الاساسيات بالتفصيل الممل هتعملها هترفع معاك الاكسات دي على طول علشان انا ارفع بقى بدل اتنين اكس اخد اتنين ونص اكس لسه هينزله مهم جديدة فهنعملها ونرفع الاكسات بتاعتنا حلوة اوي كده عرفنا خانة الماينينج او احنا هنزود صورة التعدين بتاعتنا ازاي اللي هي البوست نخش بقى على الميشن او المهام وديت هتكسبك عدد عملات كويس جدا لو تبعت معها ومشيت مع المهام دي عندنا حاجة هنا اسمها سبشيال مشن والمهام دي بتكسبك عملات اضافية مش عملات هود يعني مثلا ده بيقولك هتعمل دعوتين هتكسب من اصل خمسة مليون عملة من عملة بيكورن حلو والفايزين هنا كانوا سبعة تلاف وربعمائة شخص فقط وانا هنا خدت ستمية خمسة وسبعين عملات وبيقول لي هنا اضغط علشان تستلمهم انا لو عايز استلمهم هادغط هنا هيبتدوا يسمعهم معايا في المحفظة بره انا ما كنتش مستلمهم هنا وهنا برضو حاجة تانية كسبنا منها عملات كوفي طيب ديت حاجات اضافية مش الاساسية اللي انا جاي يكلم حضرتك عنها احنا عايزين المهام اللي تحت دي كلها هي ديت اللي هتكسبك بشكل كبير واسمها كامبينز اول مهمة عندنا وديت بتبقى زي لغز كده زي لغز هامستر مثلا بتكتب له الكلمة وبتبدأ تكسب عملات هود لو ضغطنا عليها ضغطة كده هيقول للحضرتك انت عندك مهمتين دلوقتي فاتحين او شغالين تقدر تعملهم وعشان يتفتح لك بقية المهام لازم ان تعمل اللي اتنين دور طب يلا بنا نعملهم لو ضغطنا على المهمة الاولى هنا وقلناها لووش فيديو وارجعنا هنا بيقول للحضرتك سبمت فراز جيت زيرو بوينت اتنين هود هقول له هنا سبمت هنا بقى في كلمة هتلاقينا منزلينها على قناة الاخبار هوريها لحضرتك دلوقتي ازاي تجيبها حضرتك هتنورنا على القناة والقناة الوحيدة بتاعتنا اللي فيها واحد واربعين الف اخ واختي يا شباب هتلاقينا هنا منزلين جميع الكلمات بتاعت المهام دي يعني كمثال المهمة اللي احنا كنا وقفين عليها يا شباب اللي هي المهمة دي بيقول للحضرتك هنا الكود اللي هو اكسبلور اندلير فانا هبدأ ااخد الكود ده وهروح على بود هود بمجرد ما حضرتك هتحطه هنا هيعمل لك علامة صح طيب بقية المهام يعني كمثال عندنا المهمة دي عندنا هنا مهمة طيب بيقول للحضرتك خلينا ناخد الكلمة دي ونروح نحطها في البوت هنلاقي المهمة موجودة عندنا فوق هنا وبيقول لك هتاخد على المهمة دي زير بوينت اتنين من عملة هود هضغط لها ضغطة واحدة وهقول له وهارجع تاني هننتظر كام ثانية لحد ما يفتح لينا اللي احنا نحط له الكود طيب هقول له هنا سبميت باسورد وهطلو الباسورد هنا هقول له كوميونيتي وهقول له سبميت هيقول للحضرتك كده اللي انت خلصت المهمة وخدت زيرو بوينت اتنين بالنسبة للمهام بتاع التعلم واربح دي او الاسئلة هي ديئت باختصار وهتلاقيني ساقب لك برضو بوست جديد في كل المهمات الجديدة والقديمة وكله على قناة الاخبار فوجود حضرتك معاه في قناة الاخبار مهمة جدا مش عشان هود بس ده عشان كل المشاريع طيب خلينا مثلا نشوف مهام بتدينا عملاك كتير زي مثلا مهمة البيز ومهمة البي وعندنا مهمة الهود هنا بس دي بسيطة شوية لكن سهلة جدا وعندنا مهمة السلانة وعندنا تحت غاز في ريد طيب خلينا مثلا نشوف مهمة البيز دي نضغط عليها ضغط واحد هنا بقول لحضرتك لو حضرتك حطيت على شبكة البيز او حتى شبكة النير وعملت له بريتج هنا داخل البوت وهوري لك دلوقتي البريتج والاسواب برضو بيتمه ازاي لكن هو الاهم ان حضرتك تعمله وهنا بريتج دعم على شبكة البيز طيب ازاي بقى انا هعمل البيريتج اولا هتلاقي في الوجه الرئيسية هنا هضغط على كلمة بريتج حضرتك هتختار العملة اللي انت عايز تعمل لها بريتج من شبكة لشبكة وهتحدد الشبكة نفسها من هنا يعني هنا متحدد من النير الى البيز من شبكة النير الى شبكة البيز هضغط عليها وهقول له انا عايز من نين لفين عندنا النير والبيز والبين بي من الى يعني هختار من فوق من وإلى انا لو اخترت له مثلا ان البيز فوق هيظهر لي تحت النير ولو اخترت له البيئي بفوق هيظهر لي تحت النير وهكذا برضو العكس لو انا عايز وهتحدد له هنا الكمية اللي انت عايزها وهتقول له وكده خلاص حضرتك خلاص طيب لو عايزة تبادل بين عملة وعملة يعني مثلا احول من الاسيريوم الى عملة تانية على نفس الشبكة هارجع الورا كده وهضغط له على كلمة اسواب تحت هنا هنا بقى بيقول لك العملة اللي انت عايز تعمل لها تبادل على شبكة ايه الاول هنا عندنا الشبكات على اليمين شبكة البيئي والسولانة والبيز والتون والنير على سبيل المثال هختار التون هنا بيقول لحضرتك لو عايز تحول من التون الى اليو اس دي تي ولو عايز العكسة برضو لو ضغط على العملة هيظهر لك هنا التون ولو ضغط على اليو اس دي تي يقول لك في كزا عملة هنا منهم نوتكوين او يا شباب فهو ده البرج هو ده الاسواب باختصار وترسل عملات على شبكة البيز لأي حد ولو كمية بسطة جدا جدا وهنا بيقول لك تعمل اسواب على شبكة البيز بقيمة 5 دولار وهنا بيقول لحضرتك امتلك 3 عملات على شبكة البيز طيب ديت انا هعملها لكن وقت الفيديو طول جدا فانا مش قادر اعمل المهام دي مع حضرتك لكن انا بقول لك هي بتتعمل ازاي وحضرتك برضو هتجرب ولو ويف معاك اي حاجة هتكلمني على التليجرام وهشرح لحضرتك هناك وممكن نعمل فيديو بس خاص بحلقة المهام فيديو هود عن المهام فقط يا شباب طيب لان لسه معانا حاجات كتير جدا عايزين نعملها خلينا نخش على مهمة البيين بي هنا بقول لك هتعمل فلو تاخد زرو بوينت زرو خمسة هود وهنا هتعمله ادعى بعملة البيين بي لو ضغطنا عليها بيقول لحضرتك هتعمل زيرو بوينت زيرو زيرو واحد رقم قليل جدا وهنا هتعمل اسواب بقيمة 5 دولار على شبكة البيين بي وهنا هتعمل عملتين على شبكة البيين بي اربع عملات هود كمان قوية مهمات سهلة جدا طبعا حضرتك تقدر ترسل زي ما قلت لك في البداية تقدر ترسل كل العملات اللي معاك هنا ديت او تسحبها على المنصات تاني خلص مهمك واسحبها لكن دايما خلى عندك رسوم نير ولو بسيطة في الحساب بتاعك علشان لما تيجي تعمل دورة تعدين جديدة ما يقسمش من عملاتك هو ده البوت باختصار كشرح عام يعني مش متعمك في تفاصيل كتير جدا جدا يعني علشان الوقت لكن انا ممكن اروح معاك دلوقتي بقى على التويتر ونشوف الكلام اللي داير عن المشاريع دلوقتي حالا بس خلينا نروح دلوقتي على قناة التليجرام اوريلك حاجة كده في السريع زي ما حضرتك شايف احنا هنا دلوقتي نزلنا بوست جديد عن المهام وهنبدأ ننزل بقية المهام كلها خلينا برضو نشوف نقطة البوست اللي انا عايز اوريه لك كتير عظيم من هود في المستقبل القريب بعد ادرج رمز هود او عملة هود ستقوم بعمل السواب على اي شبكة باستخدام رمز هود فقط هدية نقطة جميلة قوي هبسطت الشرحة اكتر مثلا لما تعمل السواب من يو اس دي الى اي سيريام على شبكة الاسيريام لازم يكون معاك عملة الاسيريام على الشبكة علشان تدفع بها الرسوم طيب وفي نفس الوقت الامر بالنسبة للسولانة والتون وجميع الشبكات بالتالي كل ده مكلف جدا فاستخدام رمز هود في جميع المبادلات وجميع الشبكات شيء ايجابي بشكل مش طبيعي وهيخلي الاقبال على العملة عظيم جدا فدية حاجة من ضمن الحاجات اللي هتنجح العملة كمان ودية حاجة عظيمة قوي هنا هود بروتوكول وعندهم 663 الف متابع ولو شفنا اللي عاملين لهم فلو هنلاقي هنا عندنا فيكتور وعندنا هنا هير ولت وعندنا زا اوبن بلاد فورم ودية تابعة لتون وعندنا نير بروتوكول ولسه منتظرين تون وي المنصات تعمل لهم فولو وان شاء الله ده قريبا جدا ومتوقع بي ان بي تعمل لهم فولو بازن الله في الايام اللي جاية لو دخلنا على هير ولت لو شفنا مين اللي عامل فولو هنلاقي ان هود ماشي عندنا ده ماكس ده تابع للتليجرام وعندنا نير بروتوكول في الايام الجاية هنشوف حسابات عظمة بتعمل فولو لهود طيب خلينا نخش بقى على بتاع هود كده هنكتب له فوق هود سكان مئة وتلاتين مليون عملة وداخل في المئة واحد وتلاتين وهنا كل المعاملات اللي بتتم على بوت هود او التعدين او الاسلام او المكافئات وكل الكلام ده بيتم هنا في داخل جميع التفاصيل اللي بتتم في البوت بيتم تسجيلها في هنا على طول مش عايز اخش معك في تفاصيل اعمق علشان الفيديو كده هيبدأ يرخم معاك وممكن الامور تخش ببعضها كفاية اوى على كده النهاردة او في الحلقة دي وهنتعمق اكتر برضو في حلقات جاية تانية على القناة لكن عايز حضرتك تعرف ان عملة هود دي من اتقل عملات الفين اربعة وعشرين واقوى عملة عمتا في بوتات التلاجرام او في العملات اللي بتتجمع على التلاجرام فدية فرصة مش هتعرض تعاوضها تاني التوتل صبلاي صغير يعني اي سهلة هتخش في العملة هتطير العملة فسهل عليها الخمسة والعشر دولار كمان وسهل تكسر اكتر من كده وان شاء الله نشوف العملة دي على باينانس في المستقبل القريب ولو ادرجت على باينانس هنا خلاص الموضوع منتهي بس عليها بقى باللايك الجميل بتاعكم منت برأي حضرتك اشتراك لحضرتك اول مرة تشوفنا وجديد في القناة تنور عائلة كريبتو ييلز ما تنساش تنورنا في قناة التلاجرام وجروب التلاجرام هتلاقيهم برضو في الديسكريبشن والكومنت المثبت واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم